ايه هو الفشل الكلوي يد أكتوري بسم الله الرحمن الرحيم انفشل الكلوي يعني لو قلنا ان الكلا حصل فيها فشل مش قادرة تقوم بوظفها مش قادرة تقوم بوظيفها، ممكن تكون sales مش قادرة تقوم ببعض وظيفها لوقت حضرك ان الكلا وظيفها يعدو 20-30 وظيفة للإنسان puedo معرف منها كويس أوي الإخراج اللي بيطلع البول لكن، وظيف الكلا كتير قوي قوي تحافظ على الدم وتحافظ على السكر وتحافظ على الضغط وتحافظ على الإثروبوتين الدم حاجات الكلة الكالسيوم العظم الحاجات دي كلها ليه علاقة بالكلة انما احنا بنقول فشل الكلة يعني الكلة فشل الكلة في انها تقوم بالمهام بتاعتها ببعض وظيفها ببعض وظيفها وبعدين وصل البعض ده الى اني مخليني مش قادر اتعايش يبقى كده فشل الكلوي مزمن فيبدأ يحتاج مساعدة معي انما احنا ممكن نقول على الفشل الكلوي وبنقول عليه كلافز قهده شوية ان فيه مثلا ضعف او تقلس في وظيفة الكلا ونبقى عصدنا لفشل الكلوي لكن ما بنقول هاش بتقول قصور في وظيفة الكلة العمران معناه ان بعض وظيف الكلا مش موجوده لا يقومان ببعض وظيفه ولكن مش كل وظيف حتى لو ان نصل للغسل الكلوي نفسه برضو يكون ببعض وظيفة الكل يكون ببعض ناس بتقوم بيه يعني بعض ناس بتخسل الكلة وعندها بول ولا باردنية ضغط الضغطها مش مرتفعة يعني مش معنا ان الفشل الكلوي مزمن وبدء لا معناه ان انا ما بقيتش قادر اهوم بكامل وظائفي فمحتاج مساعدة ايه اللي ممكن يتسبب في الفشل الكلوي يا دكتور هو حضرتك اكبر اسباب للفشل الكلوي مرادين مهمين قوي قوي ضغط الدم والسكر وبعدين انتهاب الكبايب للكلة الضغط كنا عارفينه مش اي ضغط يسبب فشل الكلوي لا مش اي سكر السكر بعض الناس توصل للسكر يوصلها لفشل الكلوي وده النص تعريبا نص الناس ممكن توصل والنص ما يوصلش خالص النص اللي ممكن يوصل ده اللي هو اللي عنده سكر لمدة قويلة ومش مهتم بيه زي ما بيقولوا السكر الواحد اللي قدر يحافظ عليه صديقه السكر بيبقى صديقه اه انا طول ما بقى كويس معاه هو بيبقى كويس معاه طبعا انا شوفت ناس عشرون وثلاثون واربعين سنة ما بيشتكوش بالكلة وفيه ناس يمكن سبع ثمان سنين ويبدأ يشرك بالكلة ده مش فارق معاه ومش بيصدق ومش عايز ياخد العاج المطلوب او بياخد بجرعات مش اللي هي صح ده بيقدل كده برضو ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم كون الزمان بنقول ارتفاع ضغط الدم الاسسنشل اللي هو مثلا فوق الخمسين دلوقتي بنشوف ناس عندها عشرين وثلاثين وعندها الضغط الضغط ده ما اقولش عليه بقى عادي لا اقلق لما لاقي شاب صغير وعنده الضغط مرتفع احلله وظيف كلا شوفي حضرتك من زمان مثلا بتكلم على ثلاثين واربعين سنة ورا كان اللي يجي يخسل يبقى مش عارفين عنه حاجة وعمال ياخد فيه موانع الطيق موانع عقيق موانع عقيق لغاية لما ييجي في حالة صعبة اوه انما دلوقتي ما بقاش كده مجرد ان هو يشتكي مجرد عنده ضغط مش مصبوط بيتقلوا انت عندك الكده تخيلها مثلا حضرتك ان الكلى عشان اقول معدلات مراجل الكلى مرحلة اولى وتانية مرحلة اولى وتانية وتالتة وربعة وخمسة خمسة هي الغسيل لو قلت حضرتك ان فيه حوالي عدد معاين بالنسبة للناس كل العالم مش بتكلم على مصر بس نقدر نقول نسبة عالية قوي في المرحلة الاولى ايه لكن مش معنى المحلول الاولى ولا التانية ولا التالتة انها هيخدش في الخمسة خالص ممكن تبقى ان نعمل عملية تثبيت للمرحلة دي او ان هو يحقص ويتعالج مصبوط فبالتالي ما يوصلش لمرحلة الغسيلة ده حتى من غير علاج ده حتى ناس عادية بتعيش وتموت ايه هم المرحلة الاولى والتانية والتالتة دي ممكن يكونوا عندنا كلنا واحنا عايشين بهم عالية جدا او على الاقل مثلا لنسبة عالية مننا دي كلها بتيجي للناس بتبقى هتقدي الى لكن مفيش احنا بنقسمها ازاي بنعمل حاجة اسمها معدل استخلاص الكرياتينين حاجة مفروض الكلة هتفرزها حاجة موجودة في الدم والكلة بتنزلها من الدم للبر ايه لو نزلتها بمعدلها العادي المطلوب بمعدل رقم رقم فوق المية بيقول لغاية تسعين احنا مفقين بينزل خلي بالك رقم بينزل لو وصلنا غاية تسعين ومفيش اي اعراض اخرى بقول ده مرحلة اولى من تسعين لستين برضو نفس الرقم هو كريم معدل استخلاص الكرياتينين نزل لغاية ستين بقول ده مرحلة تانية من ستين لثلاثين مرحلة تالتة من ثلاثين لخمستاشر بحالة ربعة تحت خمستاشر لوال بغسيل الكلاوي في كل مراحل دي الكلاوي بتقضي بعض من وزائفها وطول ما انا قادر اعيش واشتغل وروح واخرج وناوم واكل انا مش لازم نساعده انا مش هساعده غير لما يوصل لمرحلة اللي ميقول لي انا فقدت كده وكده 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 موزيف الكلاوي وانه لا يعرفش دلوقتي حاجة كويسة الوعي الطبي والبرامج الطبية اللي بتوضح للناس ما بتخليناش نشوف الحالات بتاع الزمان ما بنشوف الحالات الكلاوي خلاص دلوقتي نادر اولا ما لقي النسبة عالية انا بلقيه بيجيني وده صح طبعا اول ما كرياتينين يبقى تنين كرياتينين ده تحليل بول تحليل دم عادي جدا بيتحضل في الدم يلاقي كرياتينين اثنين يقول له روح لدكتور كلا لما بيجيني في مرحلة دي هي مثلا تتسمى مرحلة تلتة اقدر احافظ عليه لسنوات طويلة جدا انما لما بيجي وكرياتين سبعة تمانية عشرة بيبقى الموضوع موضوع ايام او شهور ويكونش في الغسيل الكلاوي اي حد يقدر يعمل غسيل كلاوي يا دكتور؟ اي مرحلة سنية تقدر تعمل غسيل كلاوي؟ اي حالة سحية تسمح بالغسيل الكلاوي؟ اي حالة سحية تسمح بالغسيل الكلاوي؟ تلت اسئلة دول مهمين جدا الأطفال صغيرين جدا والكبار جدا في السن يعني بعادة تسعين بنغسلهم بريتوني بريتوني من البطن بريتوني من البطن دول مقدرش يخسروا دموي من اول سنتين تلاتة بنغسلهم من دموي واللي اصغر من تمانين او اصغر من تسعين في تسعين كمان قسلت دموي الناس عندها تسعين سنة بس بيبقوا احتياجهم الدئيمة كلا يعني زي ما قلنا حضرتك انا عايز الشاب صغير يجري ويلعب ويعمل فبحتاج قلبه يكون كفاقته كذا لما بنكبر في السن القلب كفاقته بتقل ممكن توصل للنص لكن الانسان متعايش هو يعني هيطلع على جري بيطلع على السلم سلمة ما بيجريش فبيبقى ماشي بيبقى رياضة بتاعته نقوله امشي فبتعلي بيوصل قلبه للنص لكن ما بحتاج لهش حاج نفس الموضوع في الكلام هل مرحلة الغسيل الكلوي بتكون مرحلة متعبة؟ لا هي مرحلة متعبة نفسيا نفسيا يعني انا بعيشها مع كل مريض بيجيني بنبدأ مع بعض ولسه كيراتينين قليل وبنكمل مع بعض عشرة سنوات وبعدين بعضهم بيخدش فتقم الحارب صعب اول ما بلاقي كيراتين كيليرانس وصل خمستاشر خلاص لازم يخسل بقى؟ دوري ان انا اوصلوا اهلوا نفسيا التأهيل النفسي كتير منهم بيكون متقبل لكن انا بتكلم مش على دول دول مردان متقبلين وفهمين مع بعضنا وبنحارب مع بعض بقى سنين بنحارب ونزل درجة كويس وبعدين طلع تاني يخلي بقى لك وزبط ضغط وزبط سكرة وزبط اكل وزبط وهو ماشي كويس بعضهم بقى ما يقدرش خلاص لا بتكلم عن اللي بيجي من بره اول مرة يجي دي مكري خلاص جاي علشان موضوع بقى سكيل خلاص ده بقى اقوله حزين نغسل طب خب عليها طب ما تقولش الماما احنا اللي هنقولها اقولهم لا انا اقولها اسحل انتو مش هترافق طريقة كلامي ازاي اقولها اوصل لها لتصل الكلوي ليه الخوف من غسيل الكلوي يمكن تاريخ تاريخ كل واحد في تاريخ العيلة يعني اعتقد انه انه دلوقتي بقى فيه امرات كتيرة قوي اخطر من الغسيل الكلوي يعني حاجات كتيرة حوالينا فيروس وحاجات كتيرة جدا اعرف حضرتك الWHO شالت منظمة الصحة العالمية شالت الفشل الكلوي من اسباب الوفاة لا يعتبر من اسباب الوفاة لان دلوقتي ما عادش احنا من دلوقتي بنغسل الناس انا معي ناس تلاتين سنة غسيل عادي جدا ومكمل مش غلصوا يا ربنا يديوا صحة يا رب لا لا تلاتين وثمانية وعادي مش غيين عادي ما اصبحش فيه حاجة اسمها عمر افتراض اه ما بقاش الحاجة اللي تخوف ما بقيتش الحاجة اللي تموت او ما بقاش الامراض تطور وعينة بالغسيل الكلة بالاجهزة بالمعدات اللي بنغسل بيها بالحاجات خلت المريض بيمشي قريب من النورمال لايف ده دوري انا انا بقوله انا دور عب نغسل عشان اوسلك من النورمال لايف ازاي نعيش حياتنا طبيعي وفعلا انه في منهم بيشتغلوا يعني بيغسلوا وبعدين يبقى في اليام التانية سواء تاجر او بيشتغل في مصنع او بيشتغل في اطباء في صحفيين في كل حاجة في كل مجالات يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي جدا اللي بيعمل غسيل كلوي مجرد انا حتى بقولهم انتو ضيوف انا بعتبر المريض في مرحلة الاربع ساعات بتوع الغسيل ضيف اللي بيغسل مرة يا دكتور خلاص بيكمل يغسل بقيت حمره ولا ممكن يغسل في المرحلة دي وبعدين المرحلة مثلا بعدها بشوية فتبقى حالته الصحية احسن فما يحتاجش انه يغسل حضرك هو احنا بنقول احنا بنغسل غسيل دائم للمريض الفشل الكلوي المزمن لكن في بعض انه لو لما بيوصل كيراتينينو يعادي التمانية والباوينة بتعادي الميتين في بعض الحالات انا بلاقي الارقام بتعلى لاسباب تانية هو جاي مش عارف انه عنده فشل الكلوي وبعدين ما بيحلل اللي ارقام عالية بيروحوا للدكتور فرام ييجي فبقوله دلوقتي احنا مطلوب منك عايزين نغسل لأ مش عايز اخلوا الحبة اللي بتكلم فيه معهم وبعدين بيبدأ نغسل وبعدين ما بيغسل بيكون فيه حاجات تانية جنبية ضغط بقاله مدة مش عارف يزبطه صديد في البول جامد قوي السكر بتاعه مش مظبوط مجرد الانيميا عالية قوي يعني مجربين بتاعه ستة سبعة تمانية قليل كده لما ببدأ ازبطتوا الحاجات بلاقي مش محتاج يغسل ميش انا ببقى عالجت الفشل الكلوي لا انا بعدتوا عن مرحلة احتياجه لحاجة تساعده مش محتاجة تساعده خلاص هو دلوقتي ايوه عنده فشل الكلوي مزمن لا يحتاج لغسل يحتاج لعلاج دوائي وببدأ اكمل معاه وبنكمل فترات فعلا فمش كل اللي بيغسل بيستمر بيستمر طيب ازاي اتجنب ازاي اتجنب الفشل الكلوي ازاي احافظ على الكلوي ازاي احاول على قد ما اقدر حتى لو الوقت تأخر وحتى لو خلاص بس اتس نافر توليت يعني زي ما بنقول ازاي احاول ان انا احافظ على الكلوي بتاعتي اشغالها مظبوط اخليها تقوم بوظيفة مظبوط شوفي حضرتك لو هتكلم على اللي لسه ما عندوش حاجة خالص اللي عايز يحافظ على الكلويه هقوله يشرب مياه كويس يدخل التواليد في معاده لما يجي له التواليد يدخل الحمام احنا كلنا كشرقيين بنحرج ندخل خارج المنزل دي مشكلة عندنا حتى عند الاقارب بنحرج حتى في العمل بنحرج دي مشكلة عند الاطفال على فكرة يا دكتور وعند الاطفال على فكرة ما بيدخلوش يعني في اطفال كتير جدا بتقدر انها تبقى قعدة من غير ما تدخل التواليد عدد ساعات طويلة جدا هو ده غلط ده شور غلط ده شور غلط بالنسبة كمان للاولاد الذكور هيدخلهم ممكن يدخلهم في بروستاتة التهاب في البرستاتة دي برضو نوتها مهمة يعني مدة قد ايه يا دكتور مفوض يدخل لا هي العادة المرة واثنين عادي يعني كل ساعتين لازم ادخل التواليد لو هو مش بيقول المشكلة ليس انه هو لما يكتم البول فترة يجراله حاجة لا الاستمرار والتعود على انه هو يؤخر البول كحاجة عادية عنده يتعود انه هو من الصبح بالليل يدخل حمام مرة واحدة في الشغل ما بيخشش خالص التالبة بتقوم المدارس ما يحبش يخش في التواليد في المدرسة الحاجات دي هي العادة بقى اما يقوم في المدرسة كم سنة اثناشر سنة في مدرسة وبعدين الكلية يبقى متعود على كدم البول كده بقول للذكور اوعى عشان ما تخشش في بروستاتا بقول له كل الناس يوعوا عشان ما يخششوا امراض الكلة فيعني افضل شيء شرب المية الكويس المية الكويس طبعا ياريت المية النقية متبقى مية كويسة مش مهم مية فيه ناس يقولي انا مش هايوي شرب مية هقولوا مياها غزية مياها غزية البيضاء العصير العادية انا بتكلم لسه مع النورمال اللي انسائل ما عندوش امراض بكلم مع طالبة المدانش انا اتجانب مشاكلها وامراضها من ضمنهم الفشل الكلوي اللي احنا متكلمين بالقصة في اول نقطة بقول شرب المية شرب المية المية العادية مهمة جدا جدا المياه الغازية البيضاء العصير كلها بواجه عام الحال باقي ينسوني انسك عفيلي والحاجة دي كويس جدا مدام بلكلماني واحد نورمال يشرب راحتو قوي التوسية التانية بعد يشرب مية كويس يقلل الملح يقلل الملح يعني يقلل المخلل يعني يقلل الحاجات الصناعية السباقات الصناعية حاجات دي كلها مهمة او يقللها للحفاظ انا برضو عمر ما فيه طلبية مثلا ديليفري حتتعمل له فشكلة واطلاقا انما بكلم على المنترس المواظبة والمحافظة والشباب اللي تعود كله ديليفري او يأكل في محلات والمخللات والبتنجانات والرنجات وكل الحاجات الاملحات اللي حضراتكم عارفينها جبن الرومي ازاتون المخلل كل الحاجات الاندودشين بتوع الصبح معهم نص كيلوم خلل مشاكل كبير طبعا دي مشاكل كياس البطاطس المملحة كياس البطاطس المملحة كياس البطاطس المملحة بكترة انواعها اللي كترت جدا جدا والاطفال ما بيقولوا لناش من ورانا ويبقى وقت مبلغ يقوم ديجوا كله خلص على الحاجات الكياس المملحة بطاطس المملحة خلي بالنا منها جدا جدا يعني انا بعتبر بقول هو كيس واحد صغير للعيلة كلها يوم الجمعة كل واحد ياخد بطاطساية بطاطساية إنما اللي بيحصل لاننا في كل يوم في مدرسة أو كل يوم في كلية أو هو السنيك السنيك بتاعي يكون بسكاويت غير مملحة هو ده المعقول إنما الحاجات اللي هي البطاطس المملحة طبعا لا ده المية الكويسة الملح الكويس يبعد عن السبغات ويبعد عن ان هو يكون وزن زياد حاول يحافظ بقدر الإمكان المحافظة على الوزن لما بتبقى برضو مع الأول برضو ما بيشتكيش مهمة جدا جدا ثلاث حاجات دول يخش فيهم بقى الأمراض بسيطة لو حد عنده سكر لازم يكون مزبط سكر بمن ديبنا نتكلم عن نصيح إذن ما خشش في فاشا كالوي اللي عنده سكر يزبط السكر بتاعه يخلي باله على الأقام زي ما اندك كاتر يقولوله صايم 80% فاطر 100% يبقى محافظ على كده سواء بعلاج أو بدون علاج الضغط يحاول يزبط الضغط بتاعه وتخيالي حطيرا قلتلك إن اللي مزبط السكر في العالم كله الضغط كم في المية؟ تمانية في المية في العالم كله هو أمريكا والدول العربية والدول الغربية طبعا تمام في المية دول في شريح معينة بيزيدوا لكن على الجنرل بوبليشن تمانية في المية بس اللي مزبط ضغطه سواء بالبرشام الصح في المواعيد الصح طبعا ده هو ده اللي بيعمل المشاكل اللي ممكن تقلب معانا يبقى التغذية اللي ليها علاقة بالمية والألوان والملح ونشرب سوايا كتير بطاطس المعلبة في حاجة تانية غير دول؟ نبدأ يروح للدكتور بدري قوي ده برضو اللي حواسيه بدري ما يعني ايه؟ أول شكوى ما هي سؤال الجميل قوي؟ ما هو أول عرض الفشل الكلوي؟ أول عرض الفشل الكلوي حاجة عادية كلنا بيحس بيها وبيتجي بيحدش بيها خباله بيجي المريض يشتكيلي أقول له عندك فشل الكلوي وما عنديش وما اشتكدش وما جاليش فعلا بيجي كده إيه بقى العرض الأول؟ أقول له بتصحب الليل تجيب بول ليل نهار صيف شتة؟ سؤال كده بالظبط يقول لي من عادي كده من زمان أقول له مش العادي ما تقول ليش عادي أنا سؤالي لك انت يقول لي اه لعشرين سنة بصحب الليل في عز الليل صيف شتة؟ سؤالي صيف شتة اه ما انا لسا هقول لي حضرتك لو بيحصل بس بفترة الشتة مش مشكلة عادي للأطفال وللكبار للأطفال وللكبار طب لو صيف شتة للأطفال طيب وبشرب لا ممكن يكون في تباولة إرادي أو في حاجة لا بصحديك برضو انا بكلم على سنوات بانه متزر الطفل مش يكون له سنوات شرب الميا برضو انا باوصل الناس كنت تبقى كيفة شرب ميا لو واحد قال لي انا كيف شرب ميا هقول له ده مقبول خلاص يبقى انت برا الكلمة دي واحد بيشرب ميا ساعة ناشرة بالليل طب يعني يقوم يدخل طفلات مثلا اه 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 بيقعد يزاكر بالليل خلاص لا واكل بطقال واكل بطيق طب هلازم لعياكل دول هيدخل على ساعة نين تلاتة السبح لازم يدخل طفلات اه 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 اللي بنعمله كلنا بعد ما نتصحر ما احنا بنبقى ثلاث ساعات راحين جايين اه فبردو مقبول يبقى الحاجات اللي هي انا كلامي مش ده ام ام انا بقول صف شتة ايه لسنوات وهو شارب ميا غزية او مش شارب شاي او من غشاي او فاكه او من غير وبيخش الحمام يقول لي ده انا كل يوم بصحى مرة واثنين اقول له ايه يفكر يبص على الكلة يبص على السكر وبالنسبة للذكور يبص على البرستاتة امم تلات حاجات دول هم اللي بيصحوني بالليل طبعا بيفترقوا السحيانة اقول له ازاي عشان قدر افرق بين ده وده وده بيصحى ازاي بيجيب بول كتير ولا بول قليل بيخش الحمام مع احب بول زغيرين ولا بيخش وبيعزق طبعا عشان يفرق بين اترد حاجات دول انما التوصيل العادية لكل واحد عشان يتطمن على نفسه اللي يخش في اي مرحلة قلق يحل البول تحليل بول كويس قوي قوي كفاية جدا بالنسبة لي ان انا اشوف البول البول المعمول كويس في معمل كويس مع اخصائي كويس بيبص في التحليل يقدر يرد على حضرتك يقول لك فعلا الرجل ده ماشي كويس تحليل بول حضرتك تنصح بيكون صايم ولا فاطر صايم 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 بيقول لحضرتك مهم جدا بيجي واحد يقول لي انا عندي املح كتير اقو ولاقي تحليل اربعة زائد اقول له ايه المشكلة فيه يكون مثلا في الصيف وزمن المنجا في الشتاء وزمن البالح طب ما قاعد بيديها بلح بيأكل الكيلو حضرت قدامه قفص مانجا لما بتحلاو المانجا الواحدات تبقى كده يا كل واحدة ولا تنين طب ده اجزالات الكلو ده دلوقتي اجزالات الكلة السليمة تعمل ايه الدم السليم والكلة السليمة تاخد الاجزالات من الدم تنزله في البول فانا لما لقى اربعة زائد اقول له برافو عليك تلويتك سليمة انت ممتاز انما لما قلوا بول صايم اربعة زائد لا كارس كده بقى في حاجة كده ندم في حاجة كده نبدأ نعالج يبقى اول حاجة علشان نطمن على الكلة لازم نعمل تحليل بول وهو ده اسلم حل واسلم وصايم وهي ده المعلومة المهمة من روحش وفيه احيانا الناس المعمل بيقولوا عادي ومش فرقة لا صايم نروح نعمل تحليل بول ده بالنسبة للكبار معلش خليني ارجع مرة تانية للاطفال لانه حدتك قلت انه ممكن الفشل كالوي يصيب الاطفال مزبوط؟ مزبوط من سنة كام ممكن؟ الفشل الكالوي اللي بنتكلم عليه بالنسبة للاطفال يبقى له اسباب معينة ميش الاسباب العادية لا 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 فيه ارتجاع فيه ارتجاع فيه حموضة فيه امراض خلقية في العيوب خلقية في الكلة تمام معمولة كذا او معمولة وضع كذا لازم يعمل كده لكن بالنسبة للي بكلم على الكبار انه عنده مشكلة وهو سايبها مشكلة مثلا حصوات شالها الطريقة غلط او شالها ورجع تاني وشالها ورجع تاني وعمل فتح هنا وفتح هنا وتستبدال حالب وغير مكان الحالب طب لو الطفل بطبيعته بها بيدخل طوالات كتير مثلا بالليل شوف حضرك مدام الطفل سليم هيكون جاب الميا من الناس بيكون شربها فما خافش منه مخافش انا بس بطمن وبطمن الطفل هجيبه من الناس شربه فجابه شربه سواء بناء غازية شربه مياه شربه شاي جميل العقاقير والأدوية اللي بتستخدم للكلى يعني هل دي ممكن تكون كافية عن الغسيل هل ممكن تكون بنتفادى بيها مرحلة الغسيل يعني عايزة اتكلم شاي عن جزئية الأدوية الخاصة بالكلة هو مدام كلمنا عن الأدوية هتكلم على جزئيتين في الأدوية اتفاض اتفاض احنا بنلدي أدوية ليه؟ في مرحلة اللي انا بماشي مع المريض مرحلة تانية او تالتة او رابعة وليس ما دخلناش فاشا الكلوي بقوله انا عايزة خلي بالي على انا بحافظ على كليتك دلوقتي مطلوب من الكلة تحافظ على الكالسيوم هي مش بتقدر مفروض من الكلة تحافظ على الزلال مبتقدرش مطلوب منها ترمي الفوسفور مبترميش فانا ده البرشام اللي بديه برشام يمنع وبرشام يساعد وبرشام يقوي مش يرجع الكلة وانا دائما بقول المرضى انا مبرجعش الكلة انا بحافظ على الموجود لغاية دلوقتي علشان بدل ما تنزل كده وتغسل تنزل بالراحة وما تغسلش يبقى انا حتى بفاهمه اول ما بيجي مدام وصلنا لمحلة معينة مرحلة دوري وقت مطرف تاين مسئلة وقت مش مسئلة او لا انا مقدرتش يبلغوا الكلمة دي انا ببقى شايفها الرجل القدامي ده هيغسل هيغسل اذا عاش عشر سنوات لازم يغسل انما ما بقولوش كده بقولوا احنا هدلنا حافظ على الكلمة هي موضوع وقت مش موضوع او لا او لا او لو عند رقم معين لو عديت الرقم ده انا وقفتعه من الحضر خلاص وقفتعه من الحضر وحنزل حنزل بسرعة او حنزل بالراحة لو مع دكتور شاطر يبقى ده دوري حتى لو كنت عند الستة او عند السبعة اقدر ارجع شوية وقدر اخر كمان اقدر طبعا طبعا انما فينا وفي بقى ناس محظوزة ما اعرفش السبب بتاعهم ايه فعلا ما بيغسلوش خالص رغم انهم بيكونوا مع الدين المراحل اللي على الورق والكتب يغسلوا لا بيكملوا فعلا انت حاجات ما اقدرش دي مش قواعد بسه انما حصلت حصلت طبعا انا معي ناس مثلا بتبقى غريبة جدا كل حاجة الورق يعني لو بعث الورق انا اضغطي طبعا لو بعث الورق انا اضغطي طبعا ويعودوا مثلا بالكاذا سنة ما بيغسلوش طيب قولي يا دكتور تنصح الانسان العادي يزور طبيب الكلا من سن كام ما يزوروش خالص ما يزوروش خالص غير لما يشتاكي ليحل البول مش حاجة ضمن التشاك او تحليل بول باس وده بتعمل في اي تشاك او في اي وقت في اي حد لا احنا بالنسبة لنا دكتور ريفيرر يعني يحولولي مش ان حد عادي من تحت دكتور كلا يطلع لا لا مش حاجة اسمعك لازم حد يقول بيشتاكي من حاجة حد ريفير بيبعاته انما ان حد يروح حل تحليل بول باس وحد يقولك روح لدكتور كلا لهو البطنة بقى تخصص البطنة ما هو اللي بينسح لها هو هنا دكتورة بالنسبة للكلا نوعين دكتورة بطنة كلا اللي هم بتوع التعب الكلة ومشاكلها وحرقاني يقولوا كلام ده والتانيين الحصوات والتفتيت وكلام ده دول الجراحين الجزئية التانية بتاع الدواء الأدوية ان ممكن وداويني بالتي كانت هي الداءو ممكن الدواء هو اللي تسبب في فشل الكلا ايه ده بقى دي مشكلة تانية اه وفي ناس بدأت الفشل الكلا وبدأ معيها وبيتابعوا معي بقوله اي دكتور تروح له تكلمني بالتليفون لازم بعد ما يروح للدكتور ويكتب له روشتة بقوله روح دكتور الرمض يكتب لك روشتة روح للدكتور الأسنان يكتب لك روشتة وما تصرفهاش وانت في الأجزخانة ادي التليفون للسيدالي يكلمني دكتور هو كتب لي مضاد الحياة والفلاني او ده ما ياخدوش ياخد بداله كذا او ياخد نص الجرعة او غير الجرعة خليها كل كده ساعة بدل كل كده ساعة يعني انا بغير يا اما غير الدواء او اغير الجرعة بتاعته ازودها او انا قصها وادوية شهيرة جدا الناس بقى مستغربة حتى ممكن استبدالي يقولي يا دكتور ده عنده اقوله اي وانا عارف الجرعة لازم ك جميل يبقى مريض الكلا ما ياخدش اي دواء اللي بيتشار دكتور حتى لو ده وستع صداع حتى لو ده وبرد ومسكنات ما ينفعش ومن ضم الحاجات الخطيرة جدا في الأدوية لأدوية المسكينة بتعمل المسكينة اللي على مدة طويلة برضو بتكلم اللي بيكسر ممكن ياخد حقنة مرتين في اليوم لمدة اربع خمس سيان مكسور وتعبان اوي العامل العملية ياخد انما بعد انا بتكلم في ايه ارسة او ارسين مدى الحياة مثلا خمس ست عشر سنين اه ممكن يعمل مشاكل ارسة مثلا المسكنات العادية اللي احنا متناولها بمنتهى للوضوء والعادي بس لو كان مننا خمس ست سنين لا الكبار بقى كبار السن بقى أهلينا والأمهات والأبهات اللي عيلة بعيلة 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 عرف حاجة دك اول ما اكتشف مش اول ما اكتشف حاجة اسمها اللي هي الفشل الكالي وبسبب المسكنات تشافوه في دولة في بلد مقاطعة في سويسرا كان اهلها من اشهر صانع الساعات في العالم طبعا شعات سويسرا مشهورة اوه كانوا الهدية بتاعت الضيف لما يخشوا الاستقبال والكبات الشعيل اللي عندنا اول حاجة الساعات عندهم من كتر الصداع الهدك بتاع دق الساعات طبعا زمان من كتر دق الساعات وكلهم بيدقوا ساعات كلهم شغالين في الساعات ودنهم زن 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 زي ان الحسين كان عندنا زمان بقوا الهدية بتاعتهم قرصين مسكنة لما يجي ضيف اقدم له الطبق كده في قرصين لي قرصين لي واحنا قاعدين من كتر صداع هو حبايا وانا حبايا دول ثبت ان عندهم اكتر نسبة من الفشل الكلوي نتيجة التناول المسكنة وده بعد كده اصبحت بقى الناس اللي هتخلي بالنا بنا اخدها انا بقولش ما ياخده هاش اللي تعباني هياخد محدش سيد نفسه تعباني يقول لي هتصلح بعد شوية لا ان الانسان يكون كويس والانسان يكون عايش حياته كويس ده هدف انا بقى لي بعض الناس يقول لي انا بقى لي اقد ايه تعباني وخايف اخد مسكن لا تتكلم في التليفون وعايز مسكن الفنيه وتاخده ليش ما قولي سيب سنته واجعاه لفترة طويلة فلازم انسان ما يقولش ايه ما يكونش بيتقلم ما يكونش موجوع قوي لا الحبيبي خد ارس خد ميحقنا ايه المشكلة ولكن باستشار الطبيب الكلة طبعا المتابع معي طيب غسيل الكلة مكلفة دكتور؟ والله الحاجة دي سؤال ده مهم جدا جدا مكلف وغير مكلف تخيالي مثلا حضراتك السؤال ده كان فيه في المحاضرة من المحاضرات كان المحاضر اجنبي وبيتكلم ازاي نقلل تكلفة الغسيل واحد يتكلم على ضرورة تقليل تكلفة الغسيل الكلوي وعمل يتكلم بعد ما خلص دكتور من زمان المصريين قال يا جماعة الكلام ده كان بيتكلم على سعر الغسلة بره اللي بيوصل ل 500 دولار احنا عندنا غسلة مش كده خالص يعني المواطن العادي المواطن البسيط محدود الدخل لو عنده فشل كلوي لو لا قدر الله حد من اولاده ببلاش غسيل الكلة على مستوى مصر كلها ببلاش اي حد يجري فشل كلوي لو بيشتغل يبقى له تأمين صحي لو في جهات معينة بيروح يغسل في امكانها لو معندوش حاجة خلص وست بيت بيغسل على نفقة الدولة ولو اطفال في الدستور الجديد هيكون عنده تأمين صحي ان شاء الله القرار تلت ايام بس يعني دوقتي في تسهيلات ولا بيدفع فلوس يعني بهم بس عايزين للتحليل مين لغ عندك فشل كلوي مشتشفى الاصل العيم معك من الورق اي هو الورق اي هو الورق اهو جايب الورق غلق جايب الورق مش مختوم اهو برضو احنا بذلك ده مبلغ كبير يتدفع للبني ادم عشان يتدفع فعلا ويكون في مكانه نتأكد بس حد الورق مختوم ومستشفى حكومية وحاد الورق كامل عايز كذا وكذا وكذا يكون مجاهزه متوفر في اماكن كتير ما عادش متغالي مفيش حي غلو فيه يعني في مستشفيات في المحافظات موجود في كل حتة مش عايز اقولك مثلا في كل اربع كامل شوارع في مكانه غسيلة ما عادش زمان جميل طيب الرياضة ليها لقى بوزقه في الكلام؟ ليها وملهاش ازاي برضو كل حاجة غالية ومش غالية ليها وملهاش لو ما عصبوش يبقى الرياضة مهمة جدا جدا لو لسه ما عندوش حاجة خرص حاول تبقى تمشي بحيث نوسع الشعب نوسع الشرايين نقلل شكوتك نحافظ على رجليك لكن لو دخل في مرحلة رجلي وجعاه العظم مش قادر الدم أنيميا يبقى الأفضل لا ما يعملش مجهود يخليه حتى الرياضة تتحول إلى الرياضة بقولي طيب بس قعد طيب تمشي داخل البيت طيب تبقى الرياضة فرياضة ليها وقت يعني عند حداتك اي نصايح تانية تحب تنسح بها كل السادر المشاهدين اللي بيشوفونا فيما يتعلق بالفشل الكلوي أو المحافظة على وظافة الكلاب شكل عام حوصيهم إنوان منت في دقيقة واحدة حقول لكل الناس اشربوا مية كويس دخلوا الحمام في معايد وما تأخرهوش قللوا الملح وكلوا أكل بحدود بس أكل بحدود بس خد احتياجك ما تزودش احتياجك سندودشين كل اثنين ما تاكلش تاكل أكتر احتياجك الأكل وكل ما تاكلش زيادة الملح ما بقاش زيادة المية تبقى كويسة ورش هذا كويس وربناتها يا رب